الدكتور محمد فتحي عبدالغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس أهلا بكم وحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق سواء في الناس الحلوة أو الدكتور هي الحلقة أو الجزء القادم بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى الأكثر تفصيلا والأكثر كمان يعني قربا للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة جراحة البنكرياس إذا كان البنكرياس وما يحيط بأورامه من جراحات معقدة فيها عنوان مهم للغاية فيها معنى مهم للغاية وهو أسرار نجاح هذه العملية منطقية أو منطقة في التعبير منطقة تستفز خيالك العلمي وأيضا تؤثر في أفكار المشاهدين ما ماذا تعني كلمة أسرار نجاح أي عملية هذا سنفهمه اليوم بالتفصيل لكن البنكرياس ما يحيط به وأوراة متحديدة ما يحيط بها من أسباب من ملابسات برضو من المناطق الغريبة جدا لكم أن تتخيلوا أنه تلات دراسات بتتعلق بتلات الأشياء منهم شو علاقة بعض لكن في النهاية لهم علاقة وثيقة جدا بأوراة من البنكرياس أولا بدانة المراهقين في دراسة حذرت من بدانة المراهقين ورابطت ارتباطه أو رابطه وثيق جدا بين بدانة المراهق وبين فرص إصابته ببنكرياس بأوراة من البنكرياس حاجة تانية دراسة تانية في منطقة تانية في العلم حذرت من بكتيريا الفم إذا لم تعالج بشكل جيد لو زادت ترتبط ارتباط وثيقة ارتباطات وثيقة حتى التعبير بتاعهم مرتبطة بشدة بأوراة من البنكرياس دراسة تالتة فطريات الأمعان إذا زادت وتحفز سرطان البنكرياس ده يخليني أبص بقى لسرطان البنكرياس على أنه حالة جراحية أو أوراة من البنكرياس على أنها حالة جراحية مقلقة للغاية لأنه عوامل ارتباط بيها منتشرة للغاية ويخليني أرجع تاني للنقطة اللي بدأت بها حواري إذا كانت هذه هي القضية ورا منتشر أسبابه أو عوامل الارتباط بيها منتشرة إذن العملية فيها وراها تحضيرات وتوقيتات مهمة للغاية وهنا تكمن أو يكمن السؤال الأول ما معنى كلمة أسرار نجاح عملية هل أسرار النجاح تكمن في فريق العمل؟ بالتأكيد مش هتبقى أسرار دي حاجة واضحة جدا هل تكمن في أن العملية تتعمل في توقيتات معينة في اكتشاف مبكر؟ ده شيء مهم هل تكمن في تكنولوجيا معينة؟ في المتابعة بعد الجراحة؟ في المتابعة بإنفستيجيشن بشكل معين؟ أسئلة كتير أنا نفسي عايز أعرف الإجابة عليها لأنه هذا الأمر غامض عند تكتلة البطنة كمان فالنهاردة هتستمعوا لإحوار خاص زي ما نقولتلكم على أرقى مستوى ضيف من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة بنسعد جدا في استقباله لأنه نحن نبقى قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى مش بس في مصر في الوطن العربي واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأسلوب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فاتح عبدالغفار أستاذ جراحات وزراعة الكبد الأستاذ بكل الطب جماعة الشمس زميل جماعة أيسم بألمانيا للجراحات الكبد وقناته المرارية وعميد محة الكبد السابق ضيف العزيز القيمة الجراحية القاديرة أهلا بيك أستاذ أهلا ماضحة السؤال الأول كلمة العنوان يعني إيه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار النجاح ماذا نقصد بيه؟ ما قبل العملية إحنا متعامل مع مريض عنده ورم وبالتالي نقطة مهمة قوي إن ما ننساش إن إحنا مريض عنده ورم في ناس بيبص للورب يعني كتير بيجي لي أهل المريض يقول لي حا مش عزين نقوله فجابيني الاشعات بس او الدحاليل بداعته داين فايتمينه عملية ولا البداية دي مش صح لازم اتعامل مع شخص على بعضه يعني ممكن تبقى الاشعات والتحاليل تقول ان ينفع يستحمل العملية ولكن عند جنرالي بصفة عامة حالته العامة ما تتحملش العملية برا في حاجة اسمها performance state وليها score معين للسن بتاعه والحاجات الضغط والسكر وحاجات ارقام بنحسبها بحيثنا في الاخر اقول المريض دا يتحمل هذه العملية فعلا بصورة امينة ولا ولا ودي نقطة مهمة قوي ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده 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 ان انا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس دي العملية الكبيرة لازم اقيم الورم وقيم المريض وقيم العملية وانا عارف جوه العملية ايه اللي هيحصل يعني متوقع من حجم الورم ده انا هعمل ايه جوه العملية فهل المريض هتحمل الحاجات اللي قولها دي ولا دا؟ كتير بيجي العيان اشوف الحاجة بتاع تقول ايه ينفع عملية؟ لما يجي المريض اقول له لا ده اركب له دعامة مش هيستحمل عملية. امم. فقرار من الاول خالص ان انا دخله عمليات ده قرار مهم جدا. امم. الخطوة اللي بعديها الورم نفسه هل الورم ده ينفع ايتشال ولا ما ينفعش يتشال? ينفع ايتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العملية. لا دلوقتي مفروض بنسبة خمسة وتسعين في المائة. بيتاخد قبل العملية. امم. انا فاكر ما كنت سافرت المانيا على الحتة دي بالذات. لقيتهم بيعملوا خطوة في اول العملية خالص يقصه الاثنى عشر. امم. هو اول ما قصر الاثنى عشر مهاش فيه رجعة. يعني ما ينفعش ان هو يرجع في كلامه ده مش تنفع العملية. ودي عمالة في اول عملية خالص. فما اسأله قلتوا انت ماد كده. ده لازم هتكمل. مين اللي قالك انا هتكمل? قال لي لا. تكمل او مش هكمل دي قبل العمليات. امم. واحنا جوال العمليات مفيش القرار ده خلاص. لما خدنا القرار من قبلها بالاشعائة ان احنا هنكمل بيحن لازم هنكمل. امم. دي بتنزبط نقول خمسة وتسعين في المائة فعلا. امم. المشكلة العملية دي كلها بتاعة البنكرياس اه علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا. الوريد اللي هو بياخد الدم من الامعاء وديها للكبد والشران اللي بيغازي الامعاء. امم. لو كنا شفنا في الاسمة هتلاقوا ان هما لازقين فيهم بعض. امم. ام. دايما انا عايز اشوف علاقة الورم بالشران والوريد فيه تلات سيناريوهات لها. امم. اول سيناريو جميل جدا ان هو ملوش علاقة خالص. امم. هو بعيد عن الشران والوريد. وده احسن السيناريوهات. السيناريو التاني لا ده حوط الشران والوريد. امم. بس حوطه ديت بتقسمها احنا بالاشعة. هو حوطه مية وتمانين درجة ولا اقل من مية وتمانين درجة. امم. لو اقل مية وتمانين درجة لا ممكن العملية. اكتر مية وتمانين درجة اللي بتقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. الفيديو ده بيورينا. دي قبل ما يعني. دي خطوات العملية ببساطة كده. اه. يعني كشرح بسيط ان احنا هنشيل ايه فيها عشان ده اللي نقوله عجيه. اه. ده الجزء اللي شناه. اللي هو رأس البنكرياس بالاثنى عشر. مكمل معها حتة من المعدة. ومكمل معها حتة من الامعاء. والقناة المرية داخلها في النص. فشناها مع المرار. وبعد كده بجيب الامعاء اهيت. اوصلها بالبنكرياس. اوصلها بالقناة المرارية. ثم اوصلها بالمعدة. دي ببساطة خطوات العملية نفسها. فالجزء التحديد قبل العملية. زي ما قلنا انا عايز اعرف العين ده هيستحمل العملية ولا لا. النقطة التالتة. التوقيت. هل انا مفروض اعمل عملية دلوقتي? ده احسن وقت للمريض دوت. لان ممكن يبقى الورم حاجة مكبير شوية او محوط الشريان. لا ناخد كيماوي فيقل شوية فقدر اخش في العمليات. او اقول لا ده انا خش دلوقتي. كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب. الحزبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في المغنى واحنا بنتكلم. اه دي الرسمة اللي كان بنتكلم عليها حتة علاقة الورم بالشريان. اما اول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص. ده احسن سيناريو. التاني ده حوطه. بس القابل ما عليش فاند. اه. احنا هنا عندنا حاجة حمرة وحاجة صفر. اه. حاجة الحمرة هي ايه? ده الشريان. واللصفة ده الورم نفسه. الورم. لو فيه في الصورة الاولية. ده الاميل جدا. اه. ده بعيد عنه فده سهل اوي في العملية. الصورة التانية حوطه بس ما عداش المية وتمانين درجة. اه. الصورة التالتة عدى المية وتمانين درجة. تفرق. اه. التالتة ديت. لا. لو ده شريان مش هينفع. لو اريد نتكلم فيها فيها نقاش شوية. اه. لان ممكن اقصه واوصله. اه. لكن التانية ديت في الغالب هينفع. اه. فقرار ان انا اخد كيماوي او ماخدش كيماوي دي برضه قرار صعب جدا. اه. بالذات عندنا في مصر. اه. لان الابحاث برة بتتكلم عن النقطة دي كتير. بيحب ويده كيماوي في عينين كتير وبيصغر. اه. حقيقة مع نقاش مع ديكات الاورام عندنا. اه. من وسط كل عشرة عينين خدوا كيماوي. اتنين او تاتة اللي بيستقين. اه. وسبعة تمانية ميجيبش نتيجة خالص. اه. بعضهم بيكبر مع الكيماوي. مش عارف ان كان مشكلة في نوع الورام اللي عندنا. مشكلة في المريض. مشكلة في ايه. لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاع الوضع برا. وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالزبط اللي بناخده برا ان هو علينا في مصر. لا. في متعلق بالكيماوي. اه. في البنكرياس. اللي قبل العملية. بتاع البنكرياس. بالزبط. اه. هنا الصورة دي. اه. هنا ده الورام هنا شايفرونه ضغط على الوريد البابي اللي هو بيغز الكبد. اه. يا كد يكون قافله اكتر من خمسين في الماية. اللي هو الورام اللي هيحتي الصفرة. هتة الصفرة. اه. اللي في النص دي. بالزبط. في الناخ البنكرياس. ده الضغط على الازرق. اه بصر. ده الوريد اللي بياخد دم من الامعاء. ويوديها الى الكابت. اهم. دي من ضمن الصورة اصعبة شوية عند رف العملية لها تكنيك ويمكن نشوفه اسناء العملية نفسها. الورم طبعا الاصفر بيكتب عليه حرف تي اختصار تيومر. بالزبط. الجراح لازم يبقى عنده شوية حاجات. اول حاجة هو هيشيل الورم. لما هيجي يشيل انا محتاج منه حاجتين في شيله. يشيله بطريقة امنة ويشيله كاملا صح. كلام يبدو سهل بس هو وراء حاجات كتير اول. كلمة امنة ديت يعني هو يقدر يعرف ان هو يعمل توصيل الوريد البابي لو قصه يرجعه تاني. لو الورم ماسك فيه قدر قصه. الحالة دي مثلا ده كان ورم في الراس البنكرياس ماسك في الوريد البابي. الطريقة هنقص الوريد البابي بالكامل ونعمل نوصله حتتين في بعض تاني بعد ما كنا قصينا الجزء من الوريد البابي اللي ماسك في الورا. المشكلة ان اه عشان كي بقولهم دايما ما حدش يشتغل العملية ديت غير شخص يقدر يتعامل بخبرة كبيرة في الوريد البابي وفي الشرياء. يعني مش من هو يعرف يوصله بس. لأ تدريس ان تكون وصلته 200-200 مرة قبل كتر. لان انت مطلوب منك في العملية دي ما هتوصله ما تاخدش اكتر من عشرة دقايق. لان انا معاق مش هتستحمل ان انا قافر الدم عليها فترة طويلة. ده انا محتاج ان مش نعرف اوصله بس. لا اعرف اوصله وبسرعة وبطريقة مظبوطة. عشان كده الجراح في الحتة دي مهم جدا جدا. حتة انه هو هيشيله بصورة امنة. دي الجزء التكنيكا البتاعه. الحاجة التانية الورا بيبقى دايما لازق قوي في الوريد والشرياء زي ما قلنا. لما اجي اشيله في ناس كتير بيروح خايف من الوريد والشرياء يحصل لهم حاجة فيروح هقصص الورا من جنبه. الحتة اللي بتتساب دي اكتر سبب الارتجاع الورا. عشان كده عشان نشيله ده انا لازم اخد الويد والشرياء وحدفهم الشمال خالص بعيد واقص من تحتيه. مش هتقدر تعمل حركة دي الا انت متطمن ان لو حصل مشكلة هتعرف تتعامل مع المشكلة ده دي. فدي الجزء الشيء لنفسه المهمة. الجزء التالت الاخير في العملية هو التواصلات. التواصلات زي ما قلنا جزء منها هيعتمد على التخدير ان هو رايحني ان اداني الامعاء بدايتها زي نهيتها. بداية العملية زي نهيت العملية. السر التاني اللي هقوله ويمكن ده كتير مش مقتنعين بيه او يعني فيه ناس كتير متاخدش في الماخر الحتة دي. ايه اهم التواصيلة في العملية? كل الناس عارفة من اخطر توصيلة فيها تواصلة البنكرياس. الحقيقة لأ. انا في رأيي ان اه اخطر توصيلة القناة المرية مش البنكرياس. مه. على رغم من الاصعب البنكرياس طبعا. بس ifs see's a fda' thing. لو عين هصل له تسريب في القناة من البنكرياس لوحدها في الغالب هيعند مش يحصل حاجة. من. مه. لكن لو هصل تسريب في قناة البنكرياس و تسريب من القناة المرارية. العصرة الصفروية اللي ما بتيجع على عصارة البنك رياس بتعمل لها يعني بتعمل لها بيحصل تفاعل تنشيطي. اه تنشيطي ليها. اه. فساعتها. تحاول. واكل كل الانسجة. اه. ما يتنار. تحاول لما يتنار. بالضبط. وساعتها مش هتبقى مش هيفها تساتر عليها. اه. فعشان كده عرغم من القناة مرية قد تبدو توصيلها سهلة. بس لا دي اكتر توصيل لازم تعملها بحرص شديد جدا. عشان حتى لو حصل لقد تسريف في قائد البنك رياس. ودي ما حصل لاش حاجة لعنها يعدي. اه. لكن لو دين زربوا في الغالب عنا مش هيعدي. فدي الحاجات التكنيكا اللي احنا او الحاجات الصغيرة اللي احنا نهتم بيها قوي في العملية دي. ودي من ضمن اسرار نجاح العملية داته. دي هي الاسرار. بالضبط. والنقطة الاخيرة دي يعني نحطها في اسرار نجاح كل جراحات. الجراحاتيه كله. بلا استثنة كل الجراحات. اللي هي عدم اخفاء الرأس في الرمال وانكار علامات التحذير. انك انت عاملة زي بالضبط يعني آآ قاعد في مكان في آآ آآ انزار بالحريق. لا 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 هتلاقيه بايزة. ده آآ. في بدأت تنقل الرشاشات الماية بدأت تشتغل. لا لا هتلاقيها بازت وتلغت لما الولعة تيجي في وشك. في اي شيء تاني مهم في هذه الجزئية تحب. لا يعني نقول دي كده ملخص سريع. طبعا كل خطوة من دول ليها تفاصيل طويلة جدا مش هنقعد نشغل الناس بيها. لكن دي الخطوط العامة نقول الموضوع يعني. الملخص ايزا هو? آآ العملية كبيرة نتائجة تبقى كويسة جدا ان شاء الله. ولكن عبارة عن سلم. مهم. لازم تاخدوا خطوات. مهم. لو نطيت سلمتين هتتكابل. وهتكابل العام معك. فامشي خطوة خطوة. كل خطوة تاخد حقها لاخرها. نوصل ان شاء الله للسلام. مهم. واحنا في الحلقة كل خطوة بقى قبل العملية. عنا نتكلم فيها. فانا اعتقدت ان هي دي تكمل الاسرار في المنطقة دي. لما دخلنا العملية. آآ آآ التخدير خدي الكلام فلو قلت بس هو بقى هو الاسرار في الحتة دي. لما دخلنا في العملية قلت بقى تمام. دي بقى الاسرار خلاص وخلصنا. بعد العملية لوحدها اصرار في حتة تانية وكبيرة وكثيرة جدا. فهي عملية الاسرار واضح جدا. كلها على بعضها. كالعدم نستمتع بهذا اللقاء. استمتعا كبيرا جدا. على مستوى البطنة كمان. مهم جدا. ضيفي العزيزي والقيمة العلمية والجرحية الكبيرة. بس اصد دكتور مهمة تفتح عبدالغفار. كان كعادته مبدعا في واحدة من ارقى. ارقى حلقتنا. يبقى او تبقى اورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة. حزارة ان تمر فيها بدون ان تتعلم كل شيء. هذه all or none rule. لا تقبل الا الكل. انك تكون فاهم كل حاجة او لا شيء على الاطلاق. ما فيهاش منتصف المسافة. هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الاطلاق في العلم. لاما انت كلك فاهم كل حاجة وتعمل كل حاجة صح. مية في المية. لو واحد في المية غلط. هتتقلب الدنيا الى منطقة مخيفة للغاية لان تسمع فيها الا عويل الزئاب. لا هتكلك يعني. خليكم معنا في الحلو.